السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفحاكم شباب إن شاء الله تكونوا بألف خير ورجعتك وانشيشكم من مقطع جديد هسان يا شباب تحديات الموسم الأسبوع الخامس في المروحة تحديات الشباب لا تسود دعمونا من خلال ضغط على زر الاشتراك لهيك المقطع وكمال لا تسود فعلوا الجرس لكل جديد من تحديات أو قلتشاك وخنا نبدأ على طول وعندنا التحدي يا شباب مطلوب منك بحكي لك أول تحدي اللي هو الإلحق إصابة في الرأس لقوات آي أو ببندقية قنص عند الكهف السري أو أي موقع معركة هسا بالنسبة يقول عليك إنك تروح تنزل جيم عادي سولو دو سكواد البدكية هم يشي بتروح وجيب بندقية قنص بعمل جيب بندقية قمص عليك تروح على الكهف السري أو بتروح على أي موقع معركة هسا بيحكي شو موقع المعركة هو أي موقع بيكون لساته في اللون الأحمر إذا لساته في اللون الأحمر علي يعني لهاي الهال في اللون الأحمر الخط يتوقع عرفتوه إنه يكون في الخط عليه لون أحمر هذا يعتبر إنه منطقة آي أو لساتها إذا صار تونها أزرق هاي رجعت للسبعة فمش رح يكون فيها آي أو كل عليك تروح تجيب تعمل هتشوت ثلاث مرات على الرأس لمين لقوات آي أو وبتخلص على التحدي بيقدر تعمله بنفس الجيم أو أكثر من جيم فلننتقل على التحدي اللي بعده والتحدي الثاني يا شباب اللي هو التحدي بيحكي لك أضرب الخصم مرتين باستخدام شوزن المغامر من دون تلقي الضرر كل عليك يا شباب تروح يكون عندك خاصة مساهم شيء معاك شوزن المغامر شو شوزن المغامر اللي هو هذا الإسلاحي اللي معي عليك تحدث ضربتين ضربتين للخصم ولكن بدون ما يصيبك ولا ضرر شفتوني كم أعملت السعب في الخصم ضربت ضربتين وراء بعض بس أنا ما أجاني ولا رصاصة أهم شيء ما يجيك أنت ولا رصاصة من الخصم ممكن هذا تعملت يا شباب يفضل بدممة فريق أسرع وأحسن يعني يكون خاصة مرات متواجهين مع بعض فأنت من وراه تنظر بتصاصل أولا والثاني على السريع وبتخلص هذا التحدي بزي ما حكيتك لازم بدون ولا ضرر وننتقل للتحدي اللي بعده وعند التحدي البعدي يا شباب تحدي سهل جدا مع صعب نحكي اللي هو بحكي لك استهدف مركبة خصم وألحق بها الضرار عبر قاضيفة صواريخ سندان كنتو هتأخذ قاضيفة صواريخ السندان ما بيعرفها اللي هي هي قاضيفة الصواريخ عليك أنك تأخذها وأنك بدك تستهدف مركبة أنا سيقع باستهدف مركبة شفتوها هتطاقف رحييجي عليها الصاروخ بالظبط محال ما استهدفت شفتو كيف لاني استهدفتها بالظبط بالليب رحو يعني أنه هحطتها عليها مدام خاصة تعيارت عن مكان ونمحطت المكان المتحدد عليه هذو الصاروخ بروح عليها هل تستهدف مركبتين ولكن المركبتين لازم يكون فيهن قسم تمام؟ تقدر تعمل هذا التحدي كم نفس الجيم او اكثر من جيم تقدر تعمل دون دون فريق تعمل في جيم عادي بس ايما فضل تعمل دون دون فريق لانه قاضفة السندان فيها كثير موجود تكاثر هذا الاول اشي وثانيا بيكون كثير ناس بيستخدموا مركبات قصدية تمام؟ تمام؟ وخلينا نتقل للتحدي اللي بعده وعن التحدي اللي بعده يعتبر سهل اللي هو بيحكي لك عالج قوات السبعة بضباب طبي في موقع المعركة يا شباب بالنسبة لموقع المعركة اللي ما بيعرفه وين بيكون اللي هو كالتاني اللي هو بنتك تروح على اي المنطقة لانه هاسبكها راح تتغير من هؤلاء نهاية السيزن هاي المنطقة لانه ناسا فيها موقع المعركة اي منطقة بيكون عليها الكتابة او اسم المنطقة باللون الاحمر هاي تعتبر موقع معركة كل اللي عليك تروح على سبعة هذول شايفينهم هاي هم؟ قعب بعالجهم من رضاض الطبي لشو رضاض الطبي؟ اللي هو هذا اللون هو أخضر شايفينه؟ عليك انك تعالجهم بس تعالجهم لو مرة واحدة بس لازم زي ما حكيتك تروح على المنطقة هاسا عندي هون تقاطع كوزي يبكي الاسبوع الجاة تجي تلاقي منطقة ثانية فاذا اذا شرت التحديات فمش لازم نفسها المنطقة تفتح الخريطة بتشوف شو لون المنطقة اذا كانت باللون الاحمر بتروح عليها مش باللون الاحمر بتروح يعني اذا هاي لو تقاطع كوز ضلط بالاحمر بتروح عليها ما كانت بالاحمر بتروح منطقة بتكون باللون الاحمر شايفين شباب؟ تمام فلننتقل للتحدي اللي بعده وعند التحدي البعض يا شباب تحدي كمان سهل جدا هو بحكي لك إلحق ضررا بخصم خلال عشر ثواني من تصلق حافة كوي عليك يا شباب ترح تصلق اي حافة فيك انت تبني مثل ما انا السبانية تتصلق حافة وخلال فقط عشر ثواني يعني من واحد لعشرة فقط إذا تعددت اكثر من عشرة ما رحك نحسب التحدي تمام؟ إنك تحدي الضرر فقط رصاصة واحدة للخصم شو ما كان الضرر فقط رصاصة بس أو حتى بكاكس تقدر لكن خلال عشر ثواني من ايش تصلق الحافة هي دعا تبريف عند تصلق حافة مثل ايك تصلقناها وعليك تجيب الصاصة على السريع في الخصم وتخلص هذا التحدي وخلنتقل للتحدي اللي بعده وعند التحدي يا شباب هسا بحكي لك اللي هو بحكي لك الحق مش الحق لا أسقط من عشر طوابق أو أكثر من دون التعرض لضرر تقدر تيجي معي على نفس هذا الموقع أنا لأنه مليان في بوشات هلاك تبني عشر طوابق لفوق هسا شو عشر طوابق؟ يعني عبارة عن عشر درجات فيك تبني مثل مساء رح أبني أنا مثل هيك على السريع رح أبني عشر طوابق لفوق هي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر طوابق وبروح برمي حالي بالبوش ما كفى العشر طوابق بطلع أكثر يمكن ما ينحسبش بطلع كمان بزيادة وبين حسب التحدي تمام شباب تحدي جدا سهل وما بدو اشيه تكون عليك ترمي حالك بالبوش أو ترمي حالك تجرب حتى في المي احتماليين حسب تمام يا شباب تمام وبس الشباب هذي كان عن التحدي خلنتقل لسا التحدي اللي بعد وخلن فرجك حالنا وإحنا نرمي حالنا في المي مثل هيك يمكن ينحسب تمام خلنتقل التحدي اللي بعده وعننا آخر تحدي يا شباب لو بحكي لك إلحق الضرر بمركبات الخصم ببندقية قنص ثقيلة كل لك تروح تأخذك بندقية قنص ثقيلة يا شباب اللي هي هاي البندقية شايفينك في شكلها بيجي أتوقع منها لون أصر أكثر من لون صار أزرق وهي الشغلات كل عليك تأخذ هاي بندقية القنص وإنك تلحق الضرر بمركبات الخصم لازم الخصم يكون فيها تحدي الضرر فيها بمقدار ستمية أنا يفضل إنك تعملها بس تلاقي السيارك السيارك السيارة ما تلاقي بس سبتلاقي كثير ناس راكبين إيش دبابات يعني ممكن تزبط على الدبابات ليس نزبط يمكن رح تزبط على الدبابات فنتخليها إنك تضرب على الدبابة أفضل إنك تكون من بعيد وإنك تلحق ضرر المقدار ستمية تمام يعني تقريبا حوالي مش عارفك كما سيارة أنا قداش كان الضرر نسيت تمام زي ما حكيت تلحق ضرر بمركبات الخصم بندقية قنص ثقيلة من مقدار ستمية وبتخلص هذا التحدي فهيك يا شباب هذو كان عن التحدي لليوم والتحديات لليوم تحديات الموصل للاسبوع الخامس ولا تسل عمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك لكن المقطع وكمان لا تنسوا تفعل الجرس لكل جديد من تحديات أو قليل شات وخلا نشوفكم في فيديو مقطع جديد مع السلامة بيس